أنا أكيد مع العودة إلى المدارس كرمال الطلاب وكرمال الأهل وكرمال المجتمع يكفي بس حتى عندنا أزمة أنه نحن خاصة المعلمات ومعاشنا اللي هو باللبنان اللي كتير زهيد يعني ما بيكفيش بل تروح المعلمة تعمل أو الأستاذ بالمدرسة يعني عندك بل تحطي بنزين يعني ما زادونا بدل نقال ما في زيادة على أجر الساعة مثلا أنا كوني معلمة بتعاقدة يعني حتى إحنا أنا مديك السنة مش قابدين يعني فشو ما نروح نعمل يعني هاي دي أنا ما بعرف برسم مين يعني رسم الدولة اللبنانية يعني عندك الطالب حرام عم يدفع دريبة يعني مش لازم يدفعها يعني بس أنه لا حول ولا شو ما نعمل يعني أنا مع طبعا العودة إلى المدارس بس مع أنه الدولة تأمن تأمن حاجات هذا المعلم هذا الأستاذ اللي عنده عن جد ولاد كمان بده يربي ولاده كمان بده يعلمون كمان عنده متطلبات معيشية بالظل الغلاء اللي عايشين فيه فإذا ما بيزيدوا المعاشات لا ما فيها نرجع على المدارس يعني وهيك الطالب هو اللي حياكلها يعني وهذا الشي الدولة هي لازم تتحمل هالمسئولية هلأ إذا صار في حلول طبعا إحنا مع العودة وإحنا أساسا كم علمات وحتى كأسات زي نحنا يعني جينا هالكتاع لنعلم مش لنلعب يعني أنها مع العودة أكيد إذا الدولة بتطلع فينا وبتشوف المتطلبات اللي بدنا إياها والمحروقات قالوا بتنزل يمكن ما بعرف يعني وإذا زادوا بدل النقل ما في مش كلاه طبعا ما نرجع نحنا ما نعلم أكيد يعني نحنا مش ضد التعليم نحنا مع التعليم ومع ومع الطالب ومع الأهل وبس إلا إذا الدولة لازم هي تنظر بهذا الوضع مش نحنا يعني الحل مش بإيدنا الحل مش بإيدنا بس هلأ الأستاذ شو بدي يروح يعمل بالمدرسة بدي يحطن أجار بنزين شو يروح يتعب كل نهار عشو عقداه عولا شي كيف يربي أولاده فلا هذا الشي إذا الدولة هي بتطلع بهذا الأمر وبتنظر بهذا الأمور نحنا طبعا استعداد أنا وكل معلمات لبنان بعتقد نفس الشي كل شي غالي ما بعدنا عم نقول يعني هدا غلاء معيشة وقع على الكل كل شي غالي عندك الكورتاسية كتير غالية الشنط غالية كل شي غالي يعني بتطلع هيك ما بيكفة يعني هلأ عشان هيك عم نحكي نحنا لازم الدولة تعمل شي بقى خلاص لأنه عن جد خلصنا وتعبنا وفي عندنا هلأت بعد نقلق من ربي وما نشين الغراب يعني القلم قدي حقه سوري بهذا الكلمة يعني علبة التلوين الدفتر كل هولي بحقهم ما صار يعني ما ننبلاش حتى إذا كوستيم أي شي يعني بده يروح ويجوا على المدارسة بده يشتروا أشياء جديدة فكله هيدا غالي يعني ما يعني ما مستحيل ما بتزبط يعني إذا الدولة ما عن جد ما بتتطلع فينا مستحيل نحنا نروح أو نرجع على المدارس